والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي طلاب الصفل الخامس درسنا اليوم هو الدرس الخامس والعشرون قبل البدء بهذا الدرس فإن الدرس الرابع والعشرون هو درس تلاوة سورة المرسلات فعليك عزيز الطالب أن تستمع إلى سورة المرسلات ومن خلال تعلمك لأنواع الأحكام النون الساكنة أجيب عن الثلاث أسئلة التي توجد بصفحة سبعة وتسعون وثمانية وتسعون وهذا الشيء مثل ورقة العمل لديك نأتي إلى درسنا لهذا اليوم هو الدرس الخامس والعشرون وهو درس سورة الليل إذن لنفتح كتابنا معا على صفحة تسعة وتسعون من خلال هذا الدرس عزيز الطالب سوف تتعرف على أولا عليك أن تستمع لسورة الليل ثم تتعرف على المعاني الواردة وآخر شيء أن تتعرف على المواضيع التي تنص عليها الآيات الكريمة إذن فتحنا كتابنا اليوم هو الأربعاء التاريخ إثنان وعشرون أربعة من عام ألف وعشرون ألفين وعشرون ميلادي والتاريخ الهجري هو تسعة وعشرون من شعبان ألف واربعمائة وواحد واربعون للهجرة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسنا لنجلس جلسة صحيحة للاستماع إلى السورة الكريمة وهي سورة الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هكذا نكون قد أنهينا الاستماع لهذه السورة الكريمة فعليك عزيزي الطالب الرجوع إلى تلاوتها ومن هنا تتحسن تلاوتك والتدرب على تلك الأحكام التي وردت معنا حسنا هنا يقول لي ألفظ جيدا حسنا لنلفظ معا وصدق وصدق منتاز عيد من وراي خامس فسنيسره تردى إن علينا للهدى للأخيرة طبعا زي ما لحظت هون سقطت الحركة الأخيرة عندما لفظت هذه الكلمة لا نلفظ الحركة الأخيرة وتلقائيا الحرف يسكن الكلمة التي تليها طلظة وسيجنبها ممتاز حسنا لنأتي إلى المعاني الواردة لهذه الآيات الكريمة لنضع هنا سؤال أحبائي ما المقصود بكل من إذن ما المقصود بتلك المعاني الواردة رقموه زي ما أنا عامله طيب المعنى الأول إن سايكم لشتى شو معناها أي إن عملكم مختلف فيه خير وفيه شر إذن عمل الإنسان مختلف من ما يكون فيه خير ومن ما يكون هذا العمل فيه شر إذن نأتي إلى المعنى الثاني وصدق بالحسن أي صدق بكلمة التوحيد ما هي كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام ترد أي هلك حسنا طلظة عندما وردت في قوله تعالى فأنذرتكم نار طلظة طلظة أي تشتد حرارتها حسنا نأتي إلى المعلومة الإثرائية الواردة لدي لنضع هنا سؤال صح أم خطأ السطر الأول هو سورة الليل سورة مكية صح أم خطأ إذن صح ممكن أجيب لك في الامتحان سورة الليل سورة مدنية مش دغري تروح تحطها صح بدك تركز في السؤال حسنا زي ما زي ما أنتو شايفين هنا عندنا بالسورة عدد آيات أديش 21 إذن هي 21 آية وهي مكية أي نزلت في مكة المكرمة وهي بشكل عام تتحدث عن أعمال الإنسان وجزاؤه في الآخرة إذن لنأتي إلى الصفحة التي تليها وهو صفحة مئة نضع هنا سؤال أحبائي ما الموضوع الرئيسي لسورة الليل إذن شو الموضوع الرئيسي لسورة الليل بشكل عام زي ما حكينا هلأ اللي كان موجود بالإضاءة هو عن عمل الإنسان عمل الإنسان حسنا عمل الإنسان هذا الموضوع الرئيسي لهذه الآيات الكريمة طيب إذن ينقسم عمل الإنسان إلى أنواع منه الخير ومنه الشر سوف نتحدث عن ذلك في باقي شرح الدرس بإذن الله لنضع هنا أيضا سؤال بماذا أقسم الله تعالى بسورة الليل إذن بشو أقسم رب العالمين بسورة الليل واحد طبعا اللي أنا هيني مرقبهم هذه الإجابة أقسم بالليل وأقسم بالنهار أيضا وأقسم بخلق الذكر والأنثى حسنا كيف أقسم بالليل أي أنه هنا الله عز وجل أقسم بهذا الليل كيف هذا الليل يغطي ظلامه الأرض إذن عندما يأتي نقول بعد غروب الشمس كيف تلقائيا هو هنا يغطي الظلام هذه الأرض طبعا إحنا بنعرف إنه من خلال تعاقب الليل والنهار تكون الأرض تدور حول نفسها أيضا أقسم بالنهار حين يظهر نوره ويزيل ظلمة الليل إنت تطلع أكيد شهادت مرحلة الشروق الشمس وإلا ما برضو اللي هو أكيد إنك برضو شهادت غروب الشمس شفتوا كيف الدنيا بتكون النهار شوي شوي تدرجيا بتبلش تعتم بعدين خلاص بعم الظلام على هذه الأرض أيضا نفس الإشي وقت النهار كيف إحنا لما نسهر مثلا وقت السحور نكون صهرانيا عشان نستنى صلاة الفجر ومننا منتسحر إلى آخره بتكون الدنيا بالليل ومعتم ضلام الدنيا بعدين بوقت قليل بعد صلاة الفجر تبدأ شروق الشمس طبعا تدريجيا وسبحان الله هذه دلالة على خلق الله عز وجل حسنا أود أن أوضح لكم نصيحة هنا أقسم الله عز وجل هو بالليل ونهار إذن نحن لا يجوز لنا أن نقسم بالليل أو بالنهار تمام طيب ثالث شيء هو خلق الذكرة والأنثى أي أن أعمال الناس مختلفة منها ما هو خير ومنها ما هو شر هذا الإشي معروف إنه مش شرط الإنسان اللي منشوفه بعمل مثلا شر إنه ما يكون عنده ولا عمل خير لا بيكون متواجد عنده أعمال خير تمام وبنفس الإشي اللي بعمل خير راح يلاقي خير وبالنهاية أيضا الجزاء في الآخر سوف يكون له دخول الجنة بإذن الله وهكذا الشيء المعاكس وهو من يفعل شر إلى آخره حسنا يوجد هنا أمامنا استنتج معنا ما معنى يغشى عندما قال والليل إذا يغشى شرحتها فوق أي يغطي الليل كيف يجي ويغطي تمام تجلى بسم الله اللي في قوله تعالى والنهار إذا تجلى أي انكشف أو نقول ظهر حسنا لشتى لهو عن السعي عن الذكر والأنثى أعمالكم إنها اللي هي عن أعمال الإنسان بشكل عام سواء كان من ذكر أو أنثى إذن إذن لشتى هي معناها مختلف حسنا إذن لنعلم بأن من آمن بالله عز وجل وبذل بعض ما له ابتغاء مرضات الله تعالى هنا وهو يكون في أبواب الصدقة فهذا الشيء من أبواب الخير وفعل الأعمال الصالحة فيكون جزاءه هو بإذن الله الجنة أيضا من استغنى أيضا لدينا هذا المعنى أي أنه بخل بماله فإنه يعيش شقيا ولا ينفعه طبعا زي الناس إلا ما مرت عليكم يكون الناس بخلانة بالإشي الحلال يعني هلأ رح أناقش فوق عندكم بالنشاط تمام هلأ بالنشاط بالمرة بتناقش به نيجي عند إضاءة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال إذن بشكل عام أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا أن الذي يتصدق من ماله هنا لا ينقص من ماله لو أنا كان معي عشر دنانير طلعت دينار لو كان معاك دينار طلعت عشر قروش هل هذا الشيء ينقص منك لا لأن الله عز وجل يربط صدقات أي أن الله عز وجل يضاعف لك هذا المبلغ الذي أنت دفعته تصدقت به ممكن أنه أنت ما تلحق تروح على البيت بعد ما تصدقت بهذا المبلغ تلاقي بابا جايب لك هدية يعني إشي محرز أنت كنت تتمنع مثلا بلاستيشن طبعا هون شو أنت تصدقت ببريز ورب العالمين رزقك بمبلغ تمين ومن ضمنها هدية أنت كنت تتمنعها أيضا قيس هذا على باقي الأشياء كيف رب العالمين رح يبرك لك تمام ممكن أنه أنت بس روحي بعد ما عملت هذا أعمل الخير وتصدقتي لا إمامة أعطتك هذا المبلغ هيك إليك خدي أفلاني هالدينار مثلا تمام أكيد صار معكم قصص زي هيك واستشعرته في نعمة رب العالمين نعجي للصفحة التي تليها يا حباء طلاب خامس صفحة 101 ونالك نشاط ماذا يطلبوا مني اقترح موقفا انفقه فيه جزءا من المصروف في إطاعة الله تعالى طيب موقف انتو بتقترحه تنفق في أموالك حسنا نحن الآن في أيام هي فيها البلاء وهناك من الناس المحتاجة ونقول كانت تعمل بشكل يومي وتصرف هذا المبلغ الذي كانت يدخل عليها من هذا المال نستطيع أن نتبرع بجزء من مصروفي وهو نقول أن أحوش هذا أن أجمع هذا المبلغ بشكل يوما عن يوم حتى يصبح مبلغا قيم وأعطيه ممكن أنا أعلم بأن جيراني هم بحاجة إلى المال ووضعهم نقول متعب أي أنهم لا يستطيعون إكمال قضاء باقي حوائجهم بالطعام وغيره حسنا أعلمت أن شخصا طبعا معلومة لكم بأن الصدقة تكون للأقارب هنا أو لا لأن بها أجران أجروا صلة الرحم وأجروا الصدقة تمام طيب أعلمت أن شخصا يبخل بمالي فيما يرضى الله فبما أنسعه طيب واحد يبخل بماله بإشي بردربنا مثلا واحد يبخل أنه يشتري طعام لأولاده آه ممكن نقول أنه هذا الشخص معاه المال ولديه المال الكافي لكن يبخل بشراء أكثر من وجبة لأولاده رغم أنه معاه ما يكفيه من مال لباقي نقول ثلاث شهور فأكثر وهو يعلم بأن هذه الوجبة لا تسد حاجتهم من أجوع أنا وضحت هذا الإشي طبعا حكيت إنه هو هذا شخص لديه المال مش واحد يدوب معه مصاري مكفيه برده بده يروح يشتري يضله 24 ساعة برده لا أنا وضحت المسألة طيب أنا إيش بدي أنصحه بدي أنصحه بإنه ينفق لكن بالقدر المعقول ليس التبذير أو الإسراف لكن بالقدر المعقول لأن البخل أيضا الله عز وجل نهى عنه قول الله تعالى في سورة الإسراء ولا تغلل يدك إلى عنقق شبه البخيل بالذي يمسك يده بعنقه وأيضا نهى عن الإسراف ولا تبسطه كل البسط نفس الشيء حسنا نأتي إلى الجزاء على العمل يوم القيامة الجزاء على العمل يوم القيامة نضع هنا سؤال فوق الجدوى الذي أمامي كيف يكون الجزاء على العمل يوم القيامة إذن كيف يكون الجزاء على العمل يوم القيامة حسنا حسنا يكون هناك الجزاء إما دخول النار وإما دخول الجنة حسنا هناك أصناف من الناس الأشقى من هذا الأشقى وردت لدي في المعاني حسنا بشكل عام كم تعرفوا ما وردت في المعاني إذن الأشقى بشكل عام هو الإنسان الذي بخل بماله فإنه يعيش شاقيا هنا قلنا طيب من نوع العمل عنده التكذيب والإعراض عن أمر الله تعالى والبخلي بالمال يعني إنسان دائما بيكذب بيطلع حجاج أيضا يعرض عن أمر الله تعالى لا يستجيب إلى أوامر الله تعالى نقول يبتعد عن طاعة الله تعالى وأيضا يدخل بالمال طبعا في كمان شغلة إنه الناس في هنالك أشخاص تأمر بالبخل وهذا الشيء أيضا ننهي عنه ما جزاؤه هذا إذن دخول النار حسنا نضع هنا سؤال أحبائي من الأعمال التي تدخلنا النار اعمل هذا لأكتب السؤال زي ما أنا كاتبا وحط هنا خط تحت كلمة النار وعلامة استفهام تمام إذن من الأعمال التي تدخلنا النار زي شو التركذيب الكذب بشكل عام الإعراض عن أمر الله عز وجل والبخل بالمال حسنا نأتي إلى النصنف الثاني من الناس وهو الأطقى نسأل الله عز وجل أن نكون منهم من هو الأطقى التصديق إذن هو من يصدق في فعله وقوله أيضا الإنفاق اتغام مرضات الله تعالى ننفق هذا الأموال لكسب رضا الله عز وجل مش عشان يحكوا عنه والله هيو كريم ولا أنا بعمل الخير بروح أفزع الدنيا مثلا هيني عملت أو تعال نتصور مع فلان يلا من نوزع هلأ كسات مي وتمير بدنا نتصور مع كل واحد نعطيه عشان ننزله مع الفيس هذا الإشي صح أكيد لا لأنه أنت هنا بلشت تشهر بحالك هنا بدناش ندخل في باب المرائي وهو الذي يفعل الخير كي يقال عنه من الناس كذا وكذا طيب أيضا ما جزاء هذا الأطقى هو دخول الجنة أيضا نفس السؤال لكن في صيغة مختلفة نضع هنا من الأعمال التي تدخلنا الجنة كوشن مارك والتعلامة استفام ومن ضمنها الصدق الإنفاق إلتغاء مرضات الله وتعالى وأيضا عنا أعمال أخرى هسنا نأتي إلى الصفحة التي تليها وهو صفحة مئة واثنان نتأمل هذا الحديث طيب كان يا مكان شو أقرأ ورح أحكي لكم يا إصلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بلش إنه يحكي لهم عن الصدقة وفضلها وشو أهميتها فهون طلب الرسول عليه الصلاة والسلام بإنهم يتصدقوا وأنا عمر بن الخطاب وافق أنا بدي أتصدق وأنا عندي كمان مصاري طبعا هذا الفعل وافق طبعا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصدقة طبعا كان يمتلك المال طبعا بعد ما تصدق بهذا المبلغ قبل ما يتصدق بلش يفكر إنه أنا بدي أسبع الصحابي وأبو بكر لأنني ولا مرة سبعته بفعل الخير بدي أنا أسبع هاي المرة فطبعا لما تصدق بالمبلغ حكى له الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ضل إشي لأهلك من مال يا عمر حكى له آه ضل أدهم نفسهم طبعا المبلغ أنا تأسمته بالنص نص للصدق ونص خليته لأهل بيتي حكى له يعني ممتاز بارك الله فيك فأجع أبو بكر رضي الله عنه وتصدق بمبلغ شو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام نفس السؤال هل أبقيت لهم شيء من المال لأهلك فحكى له أبو بكر رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله يعني أنا خلت لهم رب العالمين والرسول فهونا شو حكى عمر بن الخطاب ولا مرة سبقته بإشي بشكل عام يعني حاول إنه يسبقه بالخير على الفاضي هو راح تصدق قبل وماشي بس لما أجي أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله طبعا من اللي سبق أبو بكر الصديق لأنه هو تبرع أكتر منه تمام طبعا هذا الشيء مش معناه أني أنا أتصدق في كل أموالي لا عادي لكن هنا كان فعل الخير مبادر إليه نقول أكثر هسنا بعد أن فهمت القصة أدي رأيي فيما فعله عمر وأبو بكر رضي الله عنهما هذا الرأي برجع إليك عزيز الطالب ثانيا أكتب الآية الكريمة التي تحث على تنافس والمصابقة في عمل الخير طيب في أكثر من آية لكن أنا استخرجت لكم آيتان قال الله تعالى هنا بإمكانك توقف الفيديو وتكتب هذه الآية الكريمة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذن بماذا يكون التنافس بفعل الخير أيضا قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات لازم نتسابق على فعل الخير يعني جايين نحن على شهر رمضان المبارك نسأل الله العظيم أن يعيدوا علينا بالخير والبركات تمام وأن يعينوا نعلطاته ونبلش نتنافس طبعا من ضمن أفعال خير ونوصلت بجزء أنت وأنه جزء وصلت في القرآن الكريم كم صليت هاي الليلة ركعة تراويح مش هيك منصير نتسابق مين صلى أكتر تراويح ومين سبق التاني في ختم القرآن الكريم أكتر من مرة طبعا بدنا هاي الهمة برضو بهذا الشهر الكريم هكذا نكون قد أنحينا درسنا أحبائي الطلاب الصف الخامس نأتي إلى التغذية الراجعة الفيدباك بشكل عام إذن بعد تدبروا العيات الكريمة فإنني أحرص في حياتي شو بدي أحافظ أتصدق بجزء من مصروفي لصندوق الطالب الفقير في مدرستي أيضا أبحث دائما عن طلب العلم بشكل عام أو طلب العمل نقول اللي هو عمل الخير ممكن أني أدور على الناس المحتاجة هذا يساعدها أني أنا أساعدها مثلا ماما في البيت أو بابا ما في مشكلة تمام أفعل الأعمال الصالحة للدخول للجنة بحفظ على اللي هي أواضب على هذه الأعمال أفعلها حتى أدخل الجنة وليس ليقال عني مثلا كريم أو ما يقولونه الآخرين من مدح تمام هكذا نكون قد أنهينا درسنا أحبائي أسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم أستودعكم الله